وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده لا أحسثنا أن عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صفيه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً منيراً بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على سبيل بين واضح محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فصل الله عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيداً ما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم استشارات ماذا بعد الحج؟ هذا سؤال يريد على أذهان كثير من الناس إن من الناس من يظن أن الحج يحصل به حط الأوزار والخطايا وفتح باب العمل بما شئت بعد ذلك لأنك قد حججت وبالتالي ما عندك مشكلة سوي اللي تبيه هذا النمط من التفكير هو نوع من الهدم لما اكتسبه الإنسان من الصالحات والحسنات والله تعالى يقول ولا تكون كالتي نقبت غزلها من بعد قوة أنكاثة وهذا مثل ذكره الله تعالى في سياق النهي أن يفسد الإنسان ما عمله من الصالحات أن ينقض معاهد عليه الله جل في علاه من العمل الصالح والدوام على الطاع الحج هو خطوة في المسير إلى الله عز وجل وليس هذا مقصورا على الحج بل كل الأعمال الصالحة على التفن أنواعها وتنوع صورها هي في الحقيقة خطوة يتقدم بها العبد إلى الله عز وجل فليس من العقل ولا من الرشد ولا من البصيرة أن يتأخر الإنسان بعد أن يتقدم بل المهم أن أحافظ على تقدمي وأن أزيد فيه فثمة هداية بعد الهداية وخير بعد الخير وسبق بعد السبق فاحذر أن تعود إلى الوراء فتنقض العهد وتنقض ما قد بنيت وتهدم بنيانا شيته بكدك وتعبك تتقرب بذلك إلى الله الحج أيها الإخوة والأخوات هو مرحلة يتقدم بها العبد إلى الله عز وجل ويحصل بها له من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تجديد العهد بالله ومحو الخطايا والسيئات ففي الصحيح من حديث أبي هرأي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال الحج المبروض أي الذي حقق فيه الإنسان الطاعة لله عز وجل ليس له جزء إلى الجنة فحري بنا أيها المؤمنون وأيها الإخوة والأخوات أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات أن ندرك هذا المعنى أننا بحجنا قد تخففنا من كثير من الخطايا من كثير من السيئات من سجلات كانت قد أتعبت كواهلنا وأثقلت ظهورنا بحملها فلنبادر إلى الاستمرار في التخفف أرأيتم تلك السيارة الكبيرة أو الصغيرة التي حملت بأنواع من الأحمال ركاب وأغراض كيف سيرها؟ سيرها بطيء تمشي الهوينة لا تقطع مسافة إلا بكد وعناء لكن أزل عنها ذلك الحمل خفف من عدد من ركبها ستجد أنها تسير سيرا حثيثا وتمشي إلى مقصودها مشيا حسنا جميلا هكذا أنا وأنت بعد هذا الحط من السيئات والتخفف من الذنوب والخطايا بهذا النسك المبارك وهذه العبادة الجليلة وبعد هذا التزود بأجمل زاد وأطيب زاد زاد التقوى حريم بنا أن نحافظ على الزيادة أن نتقدم خطوات إنها أنفاس كل نفس ينبغي أن يقربك إلى الله إنها لحظات كل لحظة ينبغي أن تحرص في أن تكون عونا لك على تحقيق رضا الله وبهذا تفوز بهذا نكون قد أدركنا ثمار هذه الطاعات ثمار الحج ثمار الصلاة ثمار الصوم ثمار الزكاة ثمار صالح الأعمال نعود إلى حياتنا بعد حجنا وقد اقتربنا إلى الله ولاحظ الناس زكاء في أقوال أنت مررت بفترة تدريبية الآن الشركات والجهات التوظيفية على الخاصة والعامة تدخل موظفيها في أنواع من البرامج التطويرية وبعد ذلك تقيس مدى التطوير من خلال الإنتاج من خلال العمل كذلك أنا وأنت دخلنا هذه الفرصة ومنحنا الله تعالى هذه المنحة أن دخلنا هذا الحج تعودنا فيه على تعظيم شعائر الله تربينا فيه على الاستكثار من الصالحات وتزودوا فإن خير سزاد التقوى تعودنا فيه أن نمنع أنفسنا من مألوفات من طيب من شهوة من لباس مشينا فيه بأنواع من القربات هذه القربات وتلك الطاعات في الأمر وفي النهي هي لتربيتنا على تعظيم شعائر الله لنبحث بعد الحج عن تعظيم شعائر الله في الواجبات التي فرضها علينا كيف نحن في الصلاة وفي أدائها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عننا كيف نحن في الزكاة والحقوق المرتبة في المال سواء كانت زكاة أو نفقة أو أداء لحقوق الخلق من وفاء الديون ونحو ذلك من الواجبات كيف نحن في الصوم وأداء ما فرض الله تعالى علينا في الصيام سواء كان أداء أو قضاء كيف نحن في بر والدينا كيف نحن في صلة جيراننا كيف نحن في صلة أرحامنا كيف نحن في ما يتعلق بأداء الأمانات والوفاء بالعقود التي عاقدنا عليها الناس كل هذه الأعمال إما واجبات يجب أن نفعلها وإما محذورات يجب أن نتركها في حجنا تعودنا على فعل الطاعات وحرصنا على تجنب المحرمات حتى إن من الحجاج من يسأل حككت جلدي فسقطت شعره يا أخي الذي يسأل عن سقوط شعره أليس حريا به أن يسأل عن عقوق والديه أليس حريا به أن يسأل عن النظر المحرم الذي ورطه في ألوان من السيئات أليس حريا به أن يسأل عن الأموال التي اكتسبها أمن حلال أم من حرام إنها لا تقتصر على موقف أو طاعة أو عبادة أو لحظة ثم بعد ذلك تخرج عن ثياب العبادة بل العبادة لازمة لك في كل أحوالك ففي كل حال وفي كل عمل سنفسك أين رضى الله واسعى إلى تحصيله في كل قضية ابحث عن ما يحبه الله واجتهد في أن تكون حيث يحب الله إذا فعلنا هذا فإننا قد وفقنا إلى الحج المبرور قد وفقنا إلى الطاعة والإحسان ليس معنا هذا أن يكون الإنسان بعد الحج لا ذنب عليه ولا خطيئة من بل كل ابن آدم خطأ وما دامت أعيننا تلحظ وعرقنا ينبض ونفسنا يتردد فنحن في جملة من قال فيهم سيدنا صلى الله وسلم وعليه كل ابن آدم خطأ لكن لا نقف عند هذا ونقف البقية الحديث وخير الخطائين التوابون نحن بحاجة إلى أن نتذكر أننا قد نخطئ لكن ينبغي أن يكون خطاؤنا الآن غير أمس كنا بالأمس نخطئ ونتبع الخطأ خطأا ولا نتوب ونسوف حججنا هدمنا ذلك البناء أليس حريا بنا ونحن الآن نستقبل عمرا جديدا وحال مختلفة أن نفعل خير الخطائين التوابين بلى والله خير الخطائين التوابون فلنكثر من التوبة إذا وقعت في خطأ فاسعى إلى مسحه إذا الممت بسيئة فأتبع السيئة الحسنة تمحها إذا قصرت في حق أحد من الخلق فبادر إلى تعويضه عسى أن يحط الله تعالى عنك الخطايا وأن يحفظ مسيرك إليه الحج رحلة تتزود فيها بالتقوى التقوى ليست صورة ولا شكل التقوى مجموع أعمال أصلها في القلب ذل الله محبة خوف تعظيم إجلال مراقبة خشية ينعكس ذلك على الجوارح امتثال ضاعة انتهاء انكفاف بعد عن مغاضب الله اقبال على محاب الله هذا هو ملخص ما نرجع به بعد الحج كثير من الحجاج يسأل هل قبل عمل أو لا ما دلالة قبول العمل و جواب هذا و ذاك أن يقال له ما قاله الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين نعم إنما يتقبل الله من المتقين ما معنى هذه الآية معنى إن كل من اتقى الله في عمل و راقب الله في ذلك العمل فإنه سيكون في موضع القبول لكن ليس ثمة أحد يستطيع أن يجزم بأن عمله مقبول لا في الحج ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوب طرقت امرأة باب عبد الله بن عمر تسأله شيئا من المال فأمر أحدا من من حضره أن يعطيها شيئا من المال فأعطاها فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر فقال تقبل الله منك يا أبتاه وهو أحد ولده فقال يا أبني لو علمت أن الله قبل مني سجدة لكان الموت لكان أحب غائب إلي الموت يعني ما كان غائب أحب إلي من الموت لو تحققت أن الله قبل مني سجدة هذا لك ما في أحد يعطيك ضمانة أنك أنت مقبول وأنه عملك مقبول لأن الأعمال يطرع عليها في أثنائها ما يمكن أن يكون سببا لعدم القبول يطرع عليها بعد العمل من العجب والواحد يروح يقول أنا حجيت وسويت ويسمع بعمله ما يمكن أن يكون سببا لأبطال الحج وإبطال العمل والله تعالى لا يحب المسمعين بأعمالهم فمن سمع سمع الله به ولا يحب المرائين الذين أعملوا العمل ليمدحوا أو يثنوا ولا يحب أيضا حتى لو ما رأيت ولا سمعت قد تعجب بعملك وترى أنك فعلت شيء كبير وأن الله يعني تدل عليه وتمتن على الله أنك قمت بهذه العبادة أقول يا أخي فضل الله عليك عظيم هو الذي يسر لك الحج وهو الذي أعانك عليه ومن فضله هو الذي يقبله منك فأين العجب نحن لا شيء لو لا فضل الله وتيسيره ولذلك الصحابة كانوا يتذكرون هذا المعنى ويقول والله لو لا الله ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله عز وجل يذكر أصحابه في موقف يمكن الواحد يشوف نفسه يعني في علو فيقول في موقف القتال يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام على السلام أمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ثم يقول كذلك كنتم من قبل أنتم في قبل هداية له مثلكم مثل هذا الذي الآن تبادرون إلى قتله دون التثبت من حاله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا نحن نحتاجنا أن نستذكر نعمة الله علينا بأن اصطفانا وفقنا للعمل الصالح نشكره على ذلك والله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة من إيش من أنه لا يقبل منهم العمل اللهم جعلنا من عبادك المقبولين يستلنى الخير وإلى أن نلقاكم في حلقات وبرامج أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ترجمة نانسي قنقر